مرحبا بكم في درس الإعداد الكسرية نستعمل كلمات مثل نصف ربع ثلث خمس فمثلا نقول مثلا مجموعة من الجمال نقول فيها الساعة الخامسة إلا ربع وأيضا جملة أخرى أكلت نصف فهل تعرفون ماذا تعني هذه الكلمات إنها الكسر وهي تصف لنا جزءا من الكل عندما نقسم الكل إلى أجزاء متساوية قدينا قرص مقسم إلى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية أجزاء إذن تمانية هي هنا نضع في المقام ولدينا كذلك هذا الجزء الملون بالأحمر لهو يكتب في البسط هنا واحد جزء واحد ملون من أصل تمانية أجزاء اثنان على تمانية جزءين من أصل تمانية أجزاء ثلاثة على تمانية لاحظوا هنا أربعة أجزاء ملونة أربعة على تمانية خمسة على تمانية ستة على تمانية سبعة على تمانية سبعة أجزاء ملونة من أصل تمانية أجزاء ثم أخيرا تمانية على تمانية هنا نعبر عنها تمانية على تمانية تساوي واحد إذن كل هذه القرص أصبح ملونة إذن وحدة كاملة مثال آخر سبعة أجزاء ملونة من أجزاء اختبر معلوماتك اختبر معلوماتك شكرا للمشاهدة 3 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مقارنة وترتيب اشتركوا في القناة ارتب الكصور ارتب الكصور من الأصغر إلى الأكبر الجواب ارتب الكصور من الأصغر إلى الأكبر الجواب جمع الأعداد الكسرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اختبر معلوماتك اشتركوا في القناة الجواب الجواب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجواب الجواب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة